في الأول من الأخيرة يتم الترويج لدواء الأشوغاندا بكاترا في الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب على أنه علاج مثالي للأرق والقلق إذا حبيت نقدم هذا الموضوع لمعرفات الحقيقة من الكذب وهل هي صح مفيدة أم مجرد إشهار جديد؟ أولا نحكو إلى أشوغاندا هي عشبة دائمة الخضرة تتواجد في الهند وشمال إفريقيا كانت تستعمل قديما لعلاج هبوب اليدين والوجه عندها عدة استعمارات حاليا تستعمل لعلاج الآرق والآرق وعندها عدة أسماء كانت تسمى سم الفأر وتسمى بوعب النوم لما لديها من خواص منومة وحسب الدراسات الأخيرة لعشبة الأشوغاندا ستة فوائد أولا تحسن مستوى النوم ثانيا تقلل من الإجهاد والقلق عن طريق تخفيض نسب الكورتيزول في الدم حيث يسمى الكورتيزول في الدم هرمون الإجهاد ثالثا تحسن المستوى الرياضي عن طريق تقوية العضالات وقوة تحمل رابعا تقاوم الاكثئاب وأي مشاكل قلع خامسا زيادة الخصوبة للرجال وترفع من هرمونة الذكورة وبالتحديد هرمون التستوستيرون ثالثا تحسين الذاكرة وتقوية الوظائف الإدراكية للعقل حاليا تحتو كيف يتم تناول دواء الأشوغاندا هي تعطى حسب الحالة المراضية إذا كان إنسان يحتاج تركيز تأكل حبة قبل الإفطار الصباحي إذا كان إنسان يحتاج الاسترخاء وتحسين جودة النوم تأكل حبة قبل النوم بالرغم من تعدد الفوائد الكثيرة لهذه الأشوغان إلا أنها ممنوعة لبعض الأفراد ممنوعة بالنسبة للحاب والمرضعة لأن حسب الدراسات ممكن أنها تسبب الإجهاد ممنوعة قبل إجراء أي عملية جراحية لأنها ممكن تقلل من نسبة للتخضير ممنوعة لأصحاب مشاكل الغضة الدراقية ممنوعة لأصحاب مشاكل الكبت وممنوعة لأصحاب السكر لأنها ممكن أن تسبب إنخفاض شديد لنسبة السكر في الدم الأعطار الجانبية لأشبهة الأشوغاندا تظهر الأعطار الجانبية عند تناول كميات كبيرة من هذه الدواء أو الأشبهة ومثل أكثر أعطار الجانبية في إما الصداع وإنما مشاكل في الهضم في الأخير إن أعجبكم الموضوع نتمنى ما تدخلون بالاشتراك واللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا